موسيقى يعتقد الكثير من الاشخاص وخاصة السيدات وربات البيوت ان غسل البيض بعد شرائه وقبل صلقه يخلصه من الاتربة والجرسيم والبكتيريا الموجودة والعالقة على قشرته الخارجية لكن هذا الخطأ نرتكبه جميعا دون ان ندري وهو غسل البيض بهذه الطريقة فغسل البيض قبل صلقه له العديد من الاضرار وفي هذا الفيديو من قناتي كل جديد حول العالم نتعرف على كيفية التخلص من البكتيريا والجرسيم العالقة على القشرة الخارجية للبيض دون غسله ونتعرف ايضا على الاضرار التي يسببها غسل البيض قبل ان نقوم بصلقه موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك ان النظافة تقي من البكتيريا والامراض ولكن في بعض الاحيان قد يكون للنظافة مفعول عكسي وخير مثال على ذلك غسل البيض الني تنتشر لدى البعض عادة غسل البيض بعد شرائه وقبل صلقه لكن لذلك تأثير سلبي جدا على الصحة فغسل البيض يعني ازالة الطبقة الطبيعية الواقية وفتح الباب للجرسيم والبكتيريا والسبب الذي يدفع الكثيرين الى غسل البيض بعد شرائه هو الخوف من الاصابة ببكتيريا السالومونيا التي تصيب الدواجن اضافة لملوسات اخرى ويمكن لهذه الملوسات والبكتيريا ان تنتقل الى القشرة الخارجية للبيض عبر براز الدواجن لكن دائرة حماية المستهلكين في المانيا توصي المستهلكين بعدم غسل البيض الني وفقا لما نقله موقع VN الالماني والسبب هو ان غسل البيض يؤدي الى ازالة الطبقة الطبيعية الواقية ما قد يؤدي الى حدوث نتائج عكس المرجوة فغسل البيض يحدث شقوقا دقيقة في القشرة الخارجية الامر الذي يسمح للبكتيريا ان تتسرب الى داخل البيضة وتتكاثر هناك وبحسب موقع VN فان خبراء الصحة يرون ان افضل وسيلة للتخلص من بكتيريا السالومونية هو حفظ البيض في السلاجة بدرجة حرارة اقصاها سبع درجات ومن الافضل التخلص من البيض المتسخ جدا وان تتجنب كذلك ربة المنزل شراء البيض الذي تحتوي قشرته الخارجية على شقوق ولتفادي حدوث الاضرار التي تم ذكرها يمكن تنظيف البيض اذا كانت قشرته متسخة من خلال قطعة منديل ورقية وتنظيفه برفق وابعاد اي بيضة قد يظهر بها اي شقوق او شروخ صغيرة في قشرتها الخارجية كل هذه المعلومات كانت عبارة عن لماذا يجب الحذر من غسل البيض بعد شرائه وقبل سلقه مباشرة ارجو ان يكون الفيديو افعد حضراتكم بمعلومة وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله اترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة